اشتركوا في القناة المقاومة وبين الاحتلال الصهيوني ام ان التطورات الحاصلة الان والتي قد تحصل بعد ايام هي ستكون معيق للوصول الى هذه التهدئة وما مستقبل غزة في ضوء هذه التطورات وهذه الموضوعات نناقشها بعد فاصل قصير فابقوا معنا هنا التاريخ يسمعنا اجل فالقدس تجمعنا نخوض الليل اصرارا ونأبى الثل والعارا نخوض الليل اصرارا ونأبى الثل والعارا ومشبولون ثوارا على الابواب ننتظر انا روح القدس انا الغضب انا شمس الفجر لمن هنب انا روح القدس انا الغضب انا شمس الفجر لمن هنب انا شمس الفجر هنا في القدس تحميها رجال الله تفتيها تذيق الغاصبين رادا وتجعل حلمهم بددا تذيق الغاصبين رادا وتجعل حلمهم بددا صمودي لم يطيع سدا بأمر الله ننتصر انا روح القدس انا الغضب انا روح القدس انا الغضب اهلا بكم اعزائنا المشاهدين من جديد في هذه الحلقة بعد الاجواء المتفائلة التي كانت خلال الايام الماضية بقرب التوصل الى اتفاق ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني وهذه التهدي التي كان يتم الحديث عنها برعاية مصرية اوروبية ودعم قطري وامريكي وتبددت هذه الامال الى حد ما بتعمد الاحتلال الصهيوني الامتناع عن التعليق على هذه المبادرة او هذه البلود التي وردت وتعليقه بالتالي ان الجيش مستعد لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بغزة هذا التردد الذي ابداه الكيان بين هدنة مع حركة حماس او تهدئة معها وبين البقاء او إبقاء الوضع على ما هو عليه هو موضوع نقاشنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة من فلسطين معنا للنقاش الاستاذ صادق ابو عامر الكاتب والمحلل السياسي اهلا وسهلا فيك استاذ صادق وكذلك ارحب بعد قليل معي بالسيد توفيق ابو شومر الخبير في الشؤون الصهيونية الذي سينضم الينا مباشرة عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة ونبدأ بعد متابعة هذا التقرير فابقوا معنا انتهى اجتماع الكابينت الاسرائيلي المصغر مساء الاحد الماضي دون ان يصفر عن نتائج عملية في ملف الهدنة وسط تعتيم لما جرى خلال اللقاء مكتفينا بتلميحات مقتضبة تقول ان قوات الجيش الاسرائيلي جاهزة لكل خيارات المنظمات في غزة بدون شك انه اي احتلال لا تحرر الا بالوحدة الوطنية وهذا من طلقاتنا والتي نسعى منذ ان بدأنا المقاومة لا بد ان تكون هناك خطة وحدوية للشعب الفلسطيني نحن كاللجان المقاومة ندعم اي مصار بواحد الشعب الفلسطيني نواحد ادواتنا نواحد جهدنا المجتمع الفلسطيني قدم وضحها شعبنا خاض عدة معارك خاض عدة ضربات هذه المسيرات التي يوميا تعبد بالدم اما في قطاع غزة فقد دعت حركة حماس كافة الفصال الفلسطينية بما فيها حركة فتح لاطلاع الجميع على اخر التطورات وما عرض عليها في مصر والخيارات المفتوحة امامها مؤكدة على عدم اتخاذ قرار خارج اطار الاجماع الكل الفلسطيني في موضوع اخوانا الحصار وما يمكن ان يقابل من تهدي انجاز التسمية احنا عندنا الان هدف استراتيجي وانا اعتقد ان الفصائل تشاركنا في ذلك ان الحصار الذي استمر اكثر من 11 عاما على قطاع غزة يجب ان يتوقف قد بلغ مداه واكثر من مداه وادى الشعب الفلسطيني الذي خاطر كل هذه الحروب وتحمل هذا الحصار ووقف الى جانب المقاومة انا له ان يأخذ حقه الطبيعي في الحيش وفي الحياة الكريمة مثله مثل بقية شعوب العالم وبت من المؤكد ان اجواء الهدنة طويلة الامد لم تتهيأ بعد برغم الجهود العربية والدولية المبذولة لاجل تحقيق ذلك فما يتم عرضه على قيادة المقاومة في القطاع لا يرتقي حد التضحيات التي قدمها ويقدمها اللاجئون على الحدود مرحبا بكم من جديد اعزان المشاهدين اذا هكذا يبدو الوضع كما اشار التقرير فيما تعلق بالمشهد في قطاع غزة وكما قال القياد في حركة حماس السيد حسان بدران بان الهدف الاستراتيجي والاكبر الان هو كسر الحصار ورفعه عن قطاع غزة وإلى الأبد لكن هل سيتسنى للمقاومة الفلسطينية ذلك في معادلة صعبة جدا تتمثل في عض الأصابع كما هو حاصل الآن في هذه الساعات في مدينة غزة وما تحمل الساعات القادمة من تطورات أهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيد صادق أبو عامر معي في هذه الحلقة تطورات كثيرة طرأت على الملف الفلسطيني ولسه ما في قطاع غزة وهذه التطورات برسم الإجابة حتى الآن الوفد جاء إلى غزة تشاور مع القيادات في غزة وانطلق مرة أخرى عائدا إلى مصر عرض ما تم الاتفاق عليه أو التشاور بشأنه مع باقي الفصائل على طاولة المصرية باعتقادك كيف يمكن تلخيص ما جرى خلال الأيام الماضية؟ يعني دداية شكرا على الاستضافة يعني الجهود المصرية لم تبدأ أمس يعني هي جهود مستمرة يمكن هذه الجولة السابعة من جولات المصالحة ويمكن رافقها وصاحبها كتوقعات وأمال عريضة بعضها جاء من وسائل إعلام بعضها جاء عبر تسريبات بعضها جاء بيعني يعني توقعات بانفراج قريبة قريبة للأزمة باختصار شديد هناك ورقة مصرية قدمت إلى الجانب الممثل المقاوم حركة حماس وحماس ردت وقدمت تعديلاتها على هذه الورقة وقبلها الجانب مصري وكان ينتظر رد حركة فتح على هذه التعديلات على ما يبدو حركة فتح نسفت هذه الورقة ويعني إلى حد ما ممكن القول أن الجانب مصري أخذ كثيرا بهذه التعديلات الفتحوية وقدمت مجددا إلى حركة حماس حركة حماس طلبت مهلة وظروف ملائمة لمناقش هذه الورقة وكان الظرف الأنسب والأمثل بالنسبة لحركة حماس أن تناقشها في غزة حيث مركز الصراع حاليا وحيث الميدان الساخن خاصة نحن نتحدث أنه اجتماع قيادة حركة حماس المكتب السياسي في اقتع غزة يمثل إلى حد ما تخلص من أي شكل من الأشكال الضغوط الممكن أن تمارس على قيادة حركة حماس وأيضا يمثل فرصة لاستشعار الأزمة الإنسانية التي وأثناء مناقشة هذه المواضيع لابد أنه الكل يستحضر المسألة الإنسانية بشكل مباشر مع أنه هذا الأمر حاضر حاضر ولكن أن ترى الأمر أن تجتمع قيادة حماس من ضفر غربية وقتع غزة وتضع جدول الأعمال يكون على رأسه موضوع قزة كان هذا أمر لافت ومهم جدا النتائج حتى الآن لهذا الاجتماع عبر عنه قرار أو بيان للمكتب السياسي لحركة حماس وكان أولا حتى بالشكل كان بيان مهم جدا أولا تحدث بتفصيل ما هو جدول الأعمال للمكتب السياسي وهذا غير مسبوك تقريبا غير مسبوك نعم كان واضح وشفاف إلى حد كبير ما هي القضايا التي ناقشها لم يرفع التوقعات كثيرا بقي أبقى الباب مواربا أمام كل الاحتمالات كان وأظهر جهوزية عالية جدا لدى حركة حماس والجناح العسكري المقاومة الفلسطينية لمواجهة كل التحديات التي يمكن أن تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وأيضا يعني رحب بالمبادرة المصرية وأثنى عليها ولكن مع تمسكه الكامل بكل الثوابت المحودة التي تمسك بها حركة حبزة دعنا نرحب بضيفنا الأستاذ للتوفيق أبو شومر الخبير في الشؤون الصهيونية معنا عبر الخط الهاتفي من غزة ألو سهلا فيك سيد توفيق مرحبا بكم مرحبا بكم سيد توفيق عند النظر إلى الملف الفلسطيني الآن فإن هذه المفاوضات انتقلت من القاعات إلى الميدان على ما يبدو ونظرية عض الأصابع أيضا هي أصبحت أكثر عملية عملياتية يعني من كونها نظرية في الكتب ونحن نشاهد الآن مفاوضات بين المقاومة الفلسطينية على ما هو مطروح وبين الكيان الصهيوني في بعض الإجراءات داخل قطاع غزة من إطلاق صواريخ والرد عليها واستهداف مقاتلين يوم أمس ما رأيك فيما يدور الآن في الحالة الفلسطينية وما مآلات هذا؟ دائما هناك الحالة الفلسطينية لم تتغير يعني دائما الفجوة ليست كبيرة بين الهدوء وبين الحرب نحن نعيش على شفى هذه الهاوية وبالتالي ما يقال هناك نوع من الاستبشار أن هناك مفاوضات وهناك صفقة ستجري أو سيتم توقيعها يوم غد هذه موجودة بالفعل عند كثيرين الآن على الرغم من وجود أيضا تصعيد عسكري شديد على الحدود هناك قطر هناك توجه إسرائيلي للانتقام هذه الليلة من سقوط جريحين في ستيروت هذه نحن أتدنا عليها الآن وأصبحت اللعبة تكاد تكون واضحة أن هناك رغبة لإدماج غزة في صفقة القرن ولكن بطريقة أخرى ربما مختلفة تماما عن الطرق السابقة وهي أنه ربما تكون الحرب مؤجلة نوعا ما هناك معارك ربما ردود على عمليات عسكرية محدودة وفي المقابل هناك توجه لإنعاش غزة ليس فقط لأن غزة تحتاج إلى إنعاش وإنما لأن الصفقة تقتضي ذلك تقتضي أن تكون غزة بمعزل عن الضغفة الغربية أن تكون غزة وحدها ربما في المستقبل تكون تابعة للمصر هذه كلها ضمن استراتيجية إسرائيل أنا لا أقول رأيي وإنما هذه إسرائيل تتعى لذلك ومن هذا المنطلق فإنها تتوجه بكثير من الوسائل لذلك يعني تلقي بغزة رويدا رويدا نحو مصر سواء في الناحية التجارية أو في الناحية العبور والمعبر كل هذه الأشياء ربما أبركتها مصر مصر ليست بعيدة عن هذه الخطة وإنما تعرفها بدقة ومن هنا فإن مصر أيضا حذرة في هذا التوجه لأنها تخشى أن يكون الثمن على حساب مصر ومن هنا حتى اللحظة هناك ما أسميتموه أنتم وهي تسمية صحيحة عبد أصابع يعني عبد أصابع من كل الأطراف ليس فقط من الفلسطينيين وإنما أيضا من المصريين ومن الإسرائيليين حتى اللحظة غير واضح الملف مع الإنب أن الإسرائيل حتى اللحظة يرجعون ملف غزة لأن هناك ملف أكثر خطورة من غزة وهو ملف الشمال الفلسطينيين لكن على ما يبدو أن غزة وجنوب فلسطين تفرض نفسها هذه الفترة على عكس ما تتوقعه إسرائيل أو ما تتمنى يبقى ما يا سيد توفيق سأعود عليك بعد قليل كما هو معروف وكما تفضل سيد توفيق المسألة فعلا في حراق قوي ومستمر ولعل ما فرض هذا الحراق هو مسيرات العودة وما قام به الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الحدود وخلق نوع من القلق اليومي لقوات الاحتلال والمستويات المتعددة في دولة الاحتلال هل نستطيع أن نقول أن ما يجري الآن هو محاولة لاحتواء هذا الحراق الشعبي ومحاولة لاحتواء تفجر الأوضاع المتوقعة في قطاع غزة نعم يعني أساسا إذا نرجع قليلا إلى الوراء وننظر أكثر إلى الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة تتراوح بين أربع مسارات لا خامس لهم نعم مسار أول يتعلق بأن العمل على إنهاء حكم حماس في قطاع غزة بتدخل عسكري مسار ثاني يتعلق بإنهاء حكم حماس بتشجيع التمرد الداخلي وهذا الكلام ليس كلام فقط محللين سياسيين هذا كلام سامة رجمان وهو القائد المنطقة الجنوبية للاحتلال الإسرائيلي وهو خدم أطول مدة ممكنة في هذا المنصب يعني أكثر من عشر سنوات وبالتالي هو أحد مهندسي السياسة الاستراتيجية تجاه قطاع غزة أيضا المسار الثالث وهو ممكن أن نقول عنه استخدام التنمية الاقتصادية لإدارة السرع الذي أشار إليه الأستاذ سومر ورابعا الحفاظ على الوضع القائم وهو وضع سنزاف ابقاء حماس مستنزفة عاجزة عن المبادرة حتى المبادرة العسكرية أو المبادرات السياسية وهذا طبعا يفت بعدد حركة حماس وحاضنتها الشعبية أما فيما يتعلق بإمكانية أن تتفجر أوضاع نعم حركة حماس حذرت أكثر مرة وهناك يعني حماس بدلت قدم التنازلات من أجل تجنب هذه المواجهة حفاظا على الوضع الإنساني يعني الحفاظ على الوضع الإنساني يتطلب نوع من القيادة الحكيمة وعدم الإجرار للإستفزازات الإسرائيلية وحتى استفزازات وهذا ما جرى في الأيام الماضية وهذا ما جرى في الأيام الماضية لذلك يعني حماس حاولت أن تقدم كل التنازلات بين قسين التنازلات الضرورية للجانب الفلسطيني الشريك الفلسطيني الآخر من أجل تجنب انفجار الأوضاع ولكن طبعا أنت تعرف والجميع يعرفون كيف تصرف السلطة بمنطق تصفية الحسابات والرغبة بإنهاء فعلا هنا يبدو التقاطع كبير بين سياسة تحديدا القيادة الفلسطينية في رمالة الرئيس أبمازن والاحتلال مع الأسف الشديد طبعا هذا لا ينبغي أن يكون لأي فلسطيني لكن هذا حاصل الواقع أنه أيضا حركة حماس تبدو الجهد استثنائي مع الأطراف الدولية والإقليمية للتحذير من الوصول إلى هذه النقطة وهناك كما يقال في العلم الاستراتيجية أن أفضل طريقة لمواجهة الحرب هو الاستعداد لها جيدا حماس تظهر جهزية عالة جدا تظهر الاستعداد عالة جدا للحرب ليس من أجل الذهاب نحو الحرب ولكن من أجل تفاديها نعم ومع ذلك يعني الأمور متوحلة وهذه هي الصوبة في الموضوع يعني من أجل تفادي الحرب تفضل أقصى الجهود وحتى قواعد الاشتباك الحالية هي جزء من محاولة تفادي نعم اسمح لأن تقل لأنه بالفعل لو أظهرت حماس ضعف ولو قليل ضعف في إرادتها أو ضعف في قدرة على استخدام مواردها القتالية التي راكمت على مدى 15 عاما هذا سيدفع الاحتلال ويغري من أجل الانقضاد على القطاع لذلك هذه سياسة ممكن نسميها سياسة حافة الهاوية أنت اسميتها سياسة عضل الأصابع هي سياسة حافة الهاوية ونأمل أنه طبعا حركة حماس لا أريد أن أطيل لا تريد يعني ليس لديها طموحات كبيرة جدا فيما يتعلق بإنهاء الحصار لأنه هي تعرف أن هذه معركة طويلة هذه معركة مع الاحتلال لن تنتهي بتخفيف الحصار هي تريد أن تخفف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لأنه مشروع الأوسع والأكبر هو مشروع تحرير مشروع مقاومة حتى الحديث عن مطار وميناء هو مسألة ثانوية ربما يكون هناك بعض الناس ممكن أن يكونوا مؤيدين لحماس أو حتى من قطاع غزة يرغبوا بانفراجة واسعة ولكن لن تقدم حماس أي ثمن يعني لن تطلب شيء يمقابل ثمن سياسك كبير فقط تسعى إلى إنهاء الأزمة الإنسانية الحفاظ على المقاومة وعودة إنهاء الاقتسام عبر عودة السلطة إلى قطاع غزة دعا نتوقف عن موضوع إنهاء الانقسام سيد توفيق أبو شمر هناك مثل معروف كل الطرق تؤدي إلى روما ولكن روما الخاصة بنا قريبة جدا وهناك طريق قصير جدا يمكن الوصول إليه من خلاله إلى تحقيق أهدافنا وهو الوحدة الوطنية أو المصالحة الوطنية المتمثلة بالتئام الأطراف وإنهاء الانقسام والذي تعرفه وهذه الطريق القصيرة يبدو أنها أصبحت مغلقة للأسف الشديد الذين ذهبوا إلى مصر عدة مرات دخلوا من قاعة المصالحة ولكن دخلوا الآن في قاعات جانبية تتمثل في مفاوضات من خلال وسيط وجهد أممي ودولي من أجل إنهاء معاناة غزة أليس حريا بنا أن نأخذ هذا الطريق نبدأ بالسير في هذا الطريق أو نختصر كل هذه المسافات علينا والتي فيها مخاطرات كبيرة على حركة حماس التي يحاول الاحتلال تدجينها الآن في هذه المرحلة من خلال الضغط على مليوني إنسان في غزة وهذه أبجدية يعني من لا يقتنع بأن الفلسطينيين الموحدين هم القادرون على فرض إرادتهم هذه أبجدية فلسطينية هذه منذ بداية منظمة التحرير وهذا هو شعارها الوطن للجميع هذا الوطن وليس لحزب واحد أو لتيار واحد للأسف الشديد نحن الآن سبب هذا المنقسام يعود إلا أننا ارتهمنا لمشيئات أخرى هذه المشيئات الأخرى التي تعددت في ساحتنا وجعلتنا لا ننقسم انقسام العالم والعالم كله منقسم هناك حزاب متفارعة وهذا الصراع كله يصد في مساحة الوطن إلا الفلسطينيين الذين كانوا يتغنون بوحدتهم طوال قرون وكانوا يراهنون على هذه الوحدة وكانوا يشاركون حتى في الإصلاح بين الدول الكبرى كانوا ضيف شرف في دول عدم الانحياز أيام الستينيات بداية الثورة الفلسطينية للأسف الشديد الآن تحولوا إلى أن يستجدوا المصالحة من الآخرين للأسف الشديد وهذا دليل على أننا ليس فقط ضعف نضالنا وإنما تردى حالنا وهذا الترد يعود إلى أننا لم نعد نملك القدرة في تسيير أمورنا علينا أن نعترف بذلك وأن لا نظل نراهن على الشعارات التقليدية الرمانة نحن بحاجة إلى أن نعود إلى جماهيرنا الفلسطينية الانتخابات هي الوحيدة التي يمكن أن تحل كل شيء هذه الانتخابات هي الأساس في كل دول العالم عندما تصار على الأحزاب تعود مرة أخرى إلى صندوق الانتخابات حتى اللحظة نحن محجمون عن هذه النقطة هناك أيضا هناك حسابات أخرى للأسف هذه الحسابات فردية يرتهم الأحزاب فيها لمشيئة الآخر بغض النظر عن الآخر من هو وما هو وما طريقه بالإضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة وهي أن أي حزب في العالم لا يمكن أن يفرض إرادته على المجموع في أنه يؤسس لحرب مثلا أو يقرر حربا وحده هذه مأساة كبرى تحت كل الظروف يجب أن نعود إلى طبيعتنا الفلسطينية إلى جوهر نضالنا الفلسطيني جوهر النضال الفلسطيني كان شريفا طوال التاريخ لدرجة أن الكثيرين كانوا ينضموا إلينا في قواعدنا لا زلت أذكر السبعينيات 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 أنه كانت يعني هذه ميزة عندما يأتي الأجنبي ليتدرب في القواعد العسكرية الفلسطينية عندما كان النضال مقدسا هذا التاريخ يجب أن نستعيده ويجب أن نعلمه لأطفالنا الآن نسي الأطفال بحكم هذا الصراع الطويل الذي يقدر ليس بـ 11 سنة وإنما بأكثر هذا الصراع الطويل أسف جيلا حتى اللحظة هذا الجيل غريب عن تراثه وأنا أخشى حتى لا يجب أن نبالغ نحن في قوتنا العسكرية وفي تصريحات علينا أن نبدل جهدا أكبر في اتجاه تفقيف الجيل وعادة هذا الجيل إلى المضال الفلسطيني وكيف يمكن أن نؤسس بمناهج تربوية محكمة كيف أن نقوم برفع مستوى معيشة أهلنا وأن أيضا نخضع للمشيئة الشعبية المشيئة الشعبية الآن تقول نحن لا نريد حربا وهذا بصوت عالي الكل يقوله وبالتالي لا نريد حربا جديدة نحن نريد حياة تمكننا من أن نحصل على حقوقنا بواسطة الوحدة الفلسطينية أولا ثم بالانطلاق الثاني أرجو أن تبقى معي أستاذ توفيق سيد صادق المسألة صعبة جدا في الحقيقة وتزداد صعوبتها من خلال وجود فجوات كبيرة يعني حتى الفجوة بين حركتين فتح وحماس كبيرة جدا كما تفضلت في البداية المقترح الذي وافقت عليه حماس اكتشفت فيما بعد أن تعديلات حركة فتح عليه كبيرة جدا واللقاء بينهما أصبح صعبا في نفس الوقت الاحتلال ليس مستعجلا كما فهمت منك ومن ضيف الكريم على حل هذه الأزمات هو يقول لك أن من ضمن الأسباب تراجع وعدم استعجاله أنه يريد السلطة الفلسطينية في غزة كتيان شرعه إلى آخره فالمسألة قد تحتاج إلى وقت أطول على عكس المتوقع الآن من نتائج سريعة يتمناها الشعب الفلسطيني في ضوء كل هذا كيف يمكن إدارة هذا الملف أو إدارة هذا الصراع أو الاستفادة من التوجه الشعبي لكسر الحصار أنا أولا أثني على ما قاله الأستاذ توفيق مهم جدا التركيز على البيت الداخلي على بناء الذات تطوير القدرة الفلسطينية هناك جزء من مشاكلنا الآن التي نعانيها حاليا كفلسطينيين تتعلق بانخفاض القدرة الفلسطينية في معادلة تسراع مقارنة مع الاحتلال الاحتلال يراكم قوة ويراكم قدرة وحقائق ووقاع الأرض في حين الفلسطينيين ينسحب من الجغرافية والديمغرافية وحتى القوة التي ركمناها هي قوة عسكرية يعني تواجهة لا تستطيعها قوة دفاعية أكثر منها قدرتها على الفرط هي قوة رفض قوة دفاع قوة حماية نسبية طبعا نحن لا نتحدث يعني أنا مع قول الأستاذ أنه لا يجب أن نبالغ بأي شكل الأشكال الفلسطينية تحت الاحتلال ومع ذلك لدينا قدرات متعددة لدينا مؤسسات كثيرة ولكن التحدي الرئيسي يكمن كيف نستطيع أن نوحد هذه الجهود كيف نوسع جبهة الاشتباك مع الاحتلال كيف نزيد نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال ليس بالضرورة فقط بالعمل العسكري هناك أشكال الاشتباك كثيرة التعليم الموارد البشرية الاشتباك الشعبي المواجهات الشعبية وأيضا بناء القوى العسكرية التي لا يجب أن نتخلى عنها لأنها تشكل أداة رادعة حقي للاحتلال نعم ولذلك بالضبط يعني يجب أن لا تكون لدينا أوهام بأننا مقبلين على انفراجها وهذا مسؤولية القيادات السياسية والنخب الفلسطينية بأن تنوه وتوعي وعي القواعد الشعبية والجماهير الفلسطينية بأن المسألة مفتوحة لكل احتمالات وأن الفاتورة قد تكون في فترة وفترة كبيرة أحيانا ويجب أن نتحمل ونتلاحم ونتعاضب وأن نعيد بناء ذاتنا بصورة أبضل تمام أستاذ توفيقي كما قلنا الاحتلال ليس مستعجل لأنه بالتالي هو يعمل بكل أريحية ويكتفي بهذا الصراع الطاحن بين الفلسطينيين فيما بينهم لكن سؤالي من خلال متابعاتكم لهذا الملف خلال الأيام الماضية حتى الآن ما قراءتكم لذلك هل تعتقدون أن الاحتلال يمكن أن يقدم شيئا بين يدي هذه المفاوضات من أجل تخفيف الحصار عن غزة ومحاولة فكفكة الانفجار مقابل مثلا وقف البالونات الحارقة أو وقف مسيرات العودة أو بعض المتطلبات التي سمعنا عنها كثيرا أخي العزيز ما يحدث في الداخل مختلف تماما عما نسوقه نحن أو عما نذيعه نحن في إعلامنا من أسف الشديد الإسرابيليون الآن مشغولون بشيء آخر أكبر بكثير من قصة غزة وهذه قصة غزة محسومة عندهم قصة غزة هي قصة الجزرة والعصى وهي القصة المتبعة منذ زمن البعيد ولم تتغير منذ الانسحاب من سوطنات غزة عام 2005 وحتى الآن عندما قال المستشار شارون قال سنطعم غزة بالملعصة ودوف بايستيكلاس ما زالت حتى الآن أذكر اسمه ما زالت حتى الآن غزة تأكل بالملعقة للأسف الشديد هذا هو الشعار ما يحدث من تصريحات آلامية طاقعة كلها لا تصد في الخانة الصحيحة الإسرائيلية ولكنها تلقى آذانا صاغية للأسف الشديد في غزة وسبب ذلك يعود إلى أن الغزيين مقهورون محاصرون من كل الجهات وليس من جهة واحدة فهذه مأساة كبرى يجب أن نستعيدها هناك نقطة مهمة جدا أن لا يمكن لشعب محاصر أن يمن عليه أو أن يعطى نحن نأخذ حقنا ما زلنا حتى اللحظة لم نأخذ حقنا فهذا الحق ما يزال حتى اللحظة لم نأخذه ولو ززءا منه نحن محاصرون حتى اللحظة لم نوصق في تصدير قضيتنا للأسف الإسرائيليون عظموا كثيرا قصة البالولات الحارقة وكأننا حرقنا كل الأراضي الصحراوية وغضى العالم كله الطرف عن الحرق اليومي لبساتين الزيتون والعنف كانك تقول أن الكيان لن يتعاطى مع هذه المحاولات وأنه سيلجأ إلى التسويف وأن نتنياهو الذي كان ناطقا باسم الوفد أيام شامير تعلم منه كثيرا وأنه لن يعطي شيئا سريعا ولن يفك هذا الخناق عن رقبة غزة هذا المختصر يعني هذا سيعيدنا مرة أخرى إلى ما قبل هذه الأحداث ما قبل هبة العودة يعني كل هذا الأمر سنعود إلى نفس النقطة لأن ما يحدث الآن هو فقط البالونات ساقعة ما يريده نتنياهو بالضبط وصفقة تبادل أسرة من وراء كل هذه الأشياء ويوم غد سوف يوحي بأن هناك مصارا ربما يسير في هذا الاتجاه وإذا حدث ذلك أنا فأتخاذي أن هناك انفراجة بالقياس إلى الماضي وليس انفراجة كما نريدها نحن انفراجة كما يريدونها في أنهم يعيدون مرة أخرى تصدير البضاء الفاسدة لنا عبر كرم أبو سالم ويسمحون لنا بالخروج والعودة وسيمددون مساحة البحر من ستة إلى تسعة طبعا ولا أحد يعرف في غزة المساحة ليس معنا أجهزة القياس حتى نعرف الإسرائيلي يتحكمون في كل شيء في الهواء حتى في الهواء الداخل هناك يعني هذه كلها ضمن استراتيجيات الخداع الإسرائيلي المتعمد في أنهم يظلون عندهم نقطة مهمة وسوف تظل مهمة أن هناك كيانا إرهابيا على حدودهم الجنوبية هؤلاء لهم صواريخ هذه الصواريخ تطال المدن الإسرائيلية هذا كيان إرهاب على الرغم لاحظ أننا ما زلنا حتى لحظة لم نتغنى بأننا محتلون نحن ما زلنا محتلين حتى منذ عام 2005 بالانتحاب محتلين بحريا وجويا وفي كل المجال محاصرون حتى في غذائنا حتى اللحظة لم نفلح نحن في تصدير هذه القصة حتى العالم الآن أيقنا بأننا عندنا دبابات لأننا ألبسنا بعض السيارات دبابات وكذا فأعتقد العالم أننا بالفعل نملك سلاحا فتاكا رهيبا يمكنه أن يقسم إسرائيل نصفين ومن حقنا نحن أن نملك الأسلحة ولكن ليس من الواجب التضخين في هذا المجال علينا أن نستعيد نحن حتى اللحظة محتلون نحن محتلون ويجب أن نراهن على هذه النقطة ونبرز تضايان المجتمعية كما نبرز أسلحتنا يعني حتى اللحظة نحن عاجزون نحن الشهيد يقع ثم يتحول إلى رقم بعد فترة من الفترات بينما هم القتيل عندهم يزعون لباسه العسكري القاتل ويلبسونه لباسا مدنيا نحن بالعكس نفعل نحن نخلع عنه لباسه المدني والذي لا يجد يعني إذن هناك مشكلة في الخطاب بلا شك أستاذ توفيق أبو شومر مشكلة في الخطاب الخبير في الشؤون الصهيونية كنت معنا عبر الخط الهاتف من غزة حفظها الله وحفظ أهلها مشكلة في الخطاب هذه مشكلة أخرى أيضا كبيرة في الخطاب الإعلامي والسياسي أستاذ توفيق يعني لعلنا نحاول الوصول إلى من خلال هذه الحلقة إلى فهم ما يدور من خلال السؤال عن طبيعة هذه المفاوضات هي للأسف الشديد تنحصر في كونها مفاوضات من أجل تحسين وضع المعيشي يعني نحن أيضا في مربع خطير سواء حركة حماس أو فصائد المقاومة الفلسطينية حتى لو اجتمعت مع حركة حماس المايدور هو تخفيف حصار كسر حصار تحسين أوضاع طيب المقاومة أين ذهبت؟ هناك هدف استراتيجي هو إبقاء القضية حية وكل ما تعرفه من خلال فعل مقاوم سلمي غير سلمي بالتحضير بالتجهيز إلى آخر يعني لا شك أنه هذا مسار خطر نحن كناس نعمل في الحقل السياسي الفلسطيني ندرك أن العدو وحلفاءه وامتداداته صممت مسارات إجبارية للفلسطينيين جعلتهم يدخلوا إلى حق الألغم فعلى سبيل المثال حركة حماسي الآن مخيرة ببين حل إنساني يكون يدخلها إلى تقريباً يضحها في حالة فصل تام مع الواقع في الضفر الغربية أو رفض هذا الحل الإنساني وبالتالي يضحها في مواجهة الجمهور لأن الجمهور أيضاً في الاثنين مليون فلسطيني في قطاع غزة لديهم احتياجاتهم المعيشية ويعني الكل يدرك الكل يعتقد أن حركة حماس هي التي تمسك بزمام الأمور علماً أن حركة حماس قدمت يعني في اتفاق الأخير في القاهرة بأكتوبر 2017 كان نتواضح جداً أن الحكومة علي أن تمارس مهامها حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الوفاق الوطنية برئاسة ترامل حمض الله يجب أن تمارس مهامها في قطاع غزة ولكن تلكأت وتقاعست بذرائع مختلفة وهذا الأمانة شيء يسبب إرباك للسياسة الفلسطينية ليس فقط للقائمين على قطاع غزة أيضاً لكل النخب والفصائل الفلسطينية وإن كان تحرص قيادة المقاومة الممثلة بحركة حماس على أن تتحرك جماعياً يعني أن لا تنفرد أبداً لأنه تدرك أن هذا خطأ فتح سابقاً حتى أن ليس فقط خطأ أنها تركت الفصائل وذهبت منفردة أيضاً جزء من حركة الفتح هو الذي استفرد واختطف قرار الفتح وذهب بعيداً في التفاوض وثم الآن نرى كيف النتائج بعد 20 عام أو أكثر من عقدين من الزمان في عمرية التسوية نحن لم نأخذ شيء تحولنا إلى كيان وظيفي أمني في خدمة الاحتلال وارتبطت قطاعاتنا الاقتصادية وتم تفكيك حتى كل بنانة الانتاجية التي كانت ما قبل أوسلو كانت تشكل نوع من الحصانة أمام أي محاولات إسرائيل للإخطاع الآن هناك حتى نكون صراحين من أنفسنا هناك حالة تراجع الفلسطيني في كثير من النقاط هذا ليست دعوة لأن نكون يائسين أو محبطين هي مكاشفة تهدف إلى استعادة زمان من الأمور وإعادة لملمة ما لدى الفلسطينيين ولدى الفلسطينيين كثيرين نعم الكثير في الداخل والخارج في الضفة وقطع غزة لدينا أوراق قوة ولكن نحتاج إلى قيادة موحدة نحتاج إلى استراتيجية ونحتاج إلى أن نحشد الجمهور خلف هذه الاستراتيجية في ضوء غياب هذه القيادة الموحدة والمصالحة الفلسطينية والوحدة الفلسطينية كيف يمكن أن نحافظ على هذا الموروث على مقاومتنا على صمودنا في ظل ما تعيش غزة أنا على سبيل المثال أنا أعتذل للناس جميعا أن القضية الفلسطينية حصلت في غزة هذا الشيء مؤسف حتى ما تقرأه من بيان اليوم يتحدث عن غزة القدس غابت أو غيبت الضفة غربية في هذا البيان لا أقصد عن البيان عقل بشكل عام نعم بشكل عام وأعرف أن القدس حاضرة لدي الحركات المقاومة وخاصة حماس ولكن الاهتمام والتركيز هو بالأكثر على موضوع قطاع غزة ويأخذت جوكل السؤال الآن عن ما يمكن للمقاومة أن تلجأ إليه من أدوات خلال الفترة القادمة وخاصة أن المواطيات تقول أن الاحتلال سوف يسوف ويماطل إلى أبعد مدى والحالة في غزة لا تحتمل كل ذلك نعم الغزة هي نقطة قوة وخاصرة أيضا تحولت تدريجيا حولها الاحتلال باستراتيجية ماكرة وخبيثة إلى خاصرة ضعيفة للقضاء الفلسطيني وهو جرح نازف ووضع الفلسطيني هذا خزان الثورة الفلسطينية قطاع غزة حولوا إلى حاجة الإسعاف دائم وحالة طوارئ ولذلك تتركز وتنصب كثير من الجهود وكثير من الموارد تجاه هذه المنطقة الملكوبة بالفعل إنسانيا وبكل المقيص ومع ذلك الضفة الغربية الخارج ألاف الفلسطينيين الموجودين يعني نحن نتحدث عن 54 تجمع فلسطيني في أنحاء العالم خارج فلسطين لدينا عدد الفلسطيني في الخارج أكثر مما هم في الداخل أيضا لدينا أكثر من مليون ونصف فلسطيني في الثمانية وربعين والآن حتى بعد قانون اليهودية الدولة وهو أحد أهم تجليات الغرور والاستعلاء الصهيوني نعم الآن هناك فرصة لتفعيل حالة النضال مدني سلمي يتناسب مع الوضع الخاص بإخواننا وأهلنا في الثمانة وربعين حتى مع شركائنا لهم الطائفة الدرزية التي هي تعتبر أكثر متضررين من هذا القانون لأنه سبعين سنة وهم يخدموا كما وصف أحد قادتهم أننا كنا عشيقة ولم نكن شركاء أصبحوا عشيقة في السبعين لا لزوم لهم نعم وصدق في هذا الوصف نعم بالضبط توصف ذكي جدا في الضفة الغربية أيضا هناك إمكانيات كثيرة جدا يعني نحن لاحظنا فترة من فترات عندما كان يخفط الميدان في غزة تنطفط بالضفة هناك نوع من التعاقب يعني التعاقب والتتابع كيف ممكن نقول سبقتها تتابع يعني منطقة تهدأ منطقة أخرى تشتعل وهذا يعني ربما ليس بتخطيط ولكن هذا تعبير حقيقي وصادق عن إرادة الشعب فلسطيني إرادة الشعب فلسطيني إرادة لابد أن تتصر هذه إرادة أولا هي بجانبها الحق وأيضا يعني دائما الشعب فلسطيني وولاد بالقيادات وهذه القيادات ستوجد أسليب والرصوب البلائمة لمواجهة هذا الاحتلال الغاشر وبطبيعة الحال الصراع لا ينتهي إلا باتهاء الاحتلال شكرا لك أستاذ صادق أبو عامر الكاتب والمحنل السياسي كنت معنا في هذه الحلقة كما أشكر ضيفي مرة أخرى الأستاذ توفيق أبو شومر الخبير في الشعور الصهيونية ألتقيكم بعد فاصل قصير وفقرة أخرى في القمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد أعزان المشاهدين في زهرة المدائن يدون صراع قوي يومي حول جيل مقدسي يحاول الاحتلال أن يشده إلى عالم الجريمة والمخدرات والضياع بينما يحاول المقدسيون في مختلف مناحي الحياة أن يأخذوا بيد هذا الجيل إلى الإبداع والإنجاز والصحة والتعليم وكل هذه الأبعاد الجميلة في حياة الشباب في كل العالم لذلك أنشأوا ما يسمى بالمعهد العربي الرياضي في مدينة القدس وهذا المعهد يعنى بالشباب والفتيات ويحاول تدريبهم على أنواع كثيرة من الرياضات سنتابع واحدة من هذه الرياضات التي يقوم بها هذا الجيل لكي يكون صحيحا معافى في جسده وفي انتمائه وفي عقله فالمتابعة تأسس المعهد العربي الرياضي في العام 1987 لدينا ثلاثة أنشطة رئيسية اللي هي اللياقة البدنية وبناء الأرسام وفنون دفاع عن نفس فنون دفاع عن نفسنا كرة تي كوندو ملاكمة حسب برنامج معين في عنا بكون حصص تاي كوندو ملاكمة كرة تي أو لياق بدنية طبعا نصيب الأسد بصراحة بروح للحصص تاي كوندو عنا حوالي عشر مجموعات بأيام أو ساعات مختلفة طبعا أحيانا كثيرة بيكون قبل معسكر تدريبة أو بطولة خارجية بيصير لأنها تدريب يومي استعداد لهذه المشاركة قبل ثلاثة أربعة شهر من أي بطولة بيصير تدريب معدل ثلاثة ساعات مرتين في اليوم للاعبين منتخب كل لاعبيننا بأعضاء منتخب فلسطيني بالتاي كوندو كان عنا السنة الماضية حوالي سبعة من أصر عشرة بالمنتخب الفلسطيني بالكالتين نفس الشيء بنحكي معظم المنتخب الفلسطين كان لاعبات ولاعبين من المحل العرب الرياضي إذا شفت الكقوس بالمكتب والضغوع والشهادات والمدالية فهذه كلها من بطولات مشاركات محلية عربية دولية وعالمية عنا حوالي أكثر من ستين مدالية دولية في التاي كوندو طبعا كل سنة يشاركوا لاعبيننا في معسكرات تدريبية في تركيا وكوريا بالعام 2015 أول مدالة عالمية لفلسطين محقق أحد لاعبين المعهد من خلال مدرب إطرهيم جودة اسم اللاعب محمد نمر ياسيني أول مدالة لفلسطين بجيبها هذا اللاعب في 2016 سنة هاي شاركنا كمان مرة ببطوط العالم بكندا وفا الكرد اللاعبنا طبعا بقيادة المدرب الفلسطيني نفس الشيء جاب خامس على العالم أخي لات اي نادي مقدسي او فلسطيني تاني احنا اقتضمة كوندفة عن نفس يعني بتفرغ الطاقات بتزيد اعتماد الطفل او اللاعب على نفسه بيتزيد قوته موسيقى أهلا بكم من جديد مدينة بيسان موطن التاريخ والجمال الأرض المحتلة لن تصبح بشعة بفعل بشعة الاحتلال ولن تصبح او لن يصبح هذا الوطن قبيحا لان وجه الاحتلال قبيح سيبقى الجمال الفلسطيني تاريخا وحضارة وعطاءا الى الابد باذن الله تعالى طالما ان هذه الارض المباركة مذكورة في سورة الاسراء فلنتابع هذه المدينة موسيقى مدينة بيسان نشأت فوق قواعد الحافة الغربية للغور وتعد حلقة توصل بين وادي الأردن وسهل مرج بن عامر موسيقى للمدينة اهمية تجارية عسكرية وزراعية لوجودها في غور خصيل كما كانت تعتبر محطة تتجمع فيها القوافل التي تسير بين الشام ومصر ومعبرا للغزوات الحربية بينهما موسيقى يرجع شأن بيسان الى اكثر من ستة الاف سنة قبل الميلاد وحملت في العهود الكنعانية اسم بيت شان وقد يعني هذا الاسم بيت الاله شان او بيت السكون موسيقى في العهد الروماني كانت زعيمة للمدن العشر ديكا بوليس واصبحت مركزا تجاريا هاما للقوافل المتجهة نحو الأردن موسيقى في أواخر عام الثلاثة عشر للهجرة حصر المدينة عمر بن العاص وشرح بيل بن حسنة وفتحاها صلحا ولها شهرة خاصة في تاريخ المسلمين لوجود قبر الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح موسيقى تحدث عنها الإدريسي بقوله أما بيسان فمدينة صغيرة جدا بها نخل كفير وبنيت فيها السافان التي تعمل منه الحصر السافانية ولا يوجد نباته إلا بها وليس في سائر الشام شيء منه موسيقى تطورت بيسان في الربع الأولي من القرن العشرين بعد مد خط سكة الحديد حيفا درعا الذي يمر من شمال المدينة حيث زاد النمو السكاني مع نمو العمراء موسيقى حضيت باهتمام المسؤولين الأتراك الذين نظموا سوق المدينة ومبانيها موسيقى يرها مركزا إداريا لقضاء بيسان ضمت المدينة قبل النكبة مدرستين للبنين والبنات توافد إليهم الطلبة من القرى المجاورة موسيقى في عام النكبة احتل اليهود المدينة وطردوا سكانها العرب الآمنين من ديارهم وظلت مهجورة طوال عام كامل قامت سلطات الاحتلال خلاله بتدميرها ثم أعادت بناء المدينة بعد أن غيرت معالمها الأثرية والتاريخية ووطنت مئات العائلات اليهودية فيها موسيقى تشتهر مدينة بيسان بزراعة الحبوب والحمضيات والموز وتنتشر فيها مواقع أثرية عدة أهمها ثل الجسر وخان الأحمر وثل المصطبة وثل الحسم وهو موقع بيسان القديمة ومن بيسان خرج المحدث الحسن محمد البيساني موسيقى بيسان في الوجدان أقوى من النسيان بيسان جنة من تحتها الأنهار تحفها الأشجار موسيقى موسيقى بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عاشت فلسطين ودامت حرة أبية وحفظ الله غزة وأهلها الكرام الأحباب بعينه التي لا تنام نسأل الله عز وجل النصر للمقاومة وندعوكم أن تتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله موسيقى